فهذا ليس من الأمور المناسبة أحسن الله إليكم عاصم من الرياض سأل يقول أنه حلف على شخص أن يجلس في مكان معين ولكن حال بينه وبين جلوسه في ذلك المكان شخص آخر فهل يأثم ذلك الشخص الذي على كلامه قطع حلف هذا الشخص؟ نعم الذي أوصي به أخوتي أن يحرص كل واحد منهم للسؤال عن أفعاله هو وبالتالي يبرئ ذمة عند رب العزة والجلال وعندما يحرص الناس على السؤال عن أفعال الآخرين من أجل مجابهتهم بها ومن أجل الكلام معهم فيها أو التشنيع عليهم فيها يقع في النفوس ما يقع وقد ينبه الإنسان غيره بالتنبيه اللطيف ولكن مجابهت الناس بعضهم ببعض والبحث عن الفتاوى التي تكون مجابهة لأفعال الآخرين قد يكون فيها من أسباب النفرة من الناس بعضهم بعض وقد يكون فيها من أسباب رد الحكم الشرعي ولذلك فالوصية للجميع أن يحرصوا على أن تكون أسئلتهم عن أفعالهم هم وأما بالنسبة لهذه المسألة فالذي يستحسن بالإنسان أن يحرص على إبرار المقسم كما ورد في الحديث أنه قال أمرنا بسبع وذكر منها إبرار المقسم وأكثر أهل العلم على عدم إيجاب ذلك خصوصا إذا كان مما له تعلق بحقوق الآخرين وإنما هو على الاستحباب والترغيب وبالتالي إذا لم يحصل للإنسان تحقيق اليمين التي تلفظ بها فعليه أن يكفر كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين والإطعام للمساكين ليس مصيبة أو آخذ لما للإنسان وإنما هو زيادة عبادة له وبالتالي وجود هذا الشخص أو امتناعه هو بقدر من رب العزة والجلال فعندما يمنعه من تحقيق يمينه ليعلم أن الله قد أراد به خيرا بفتح باب من أبواب العبادات ألا وهو باب تكفير اليمين أحسن الله إليكم إذن أجبتم عن سؤاله الثاني حول حكم إعانة الحالف